اشتركوا في القناة نفس سنة أولى تخصص الميكانيكا بناخد مواد من ضمنها مادة اجهزة القياس مادة اجهزة القياس اتكلمنا عن حلقات قبل كده وتكلمنا فيها عن الباب الاول بعنوان قياس الابعاد وقلنا ان طالما قلنا قياس ابعاد يبقى بعمل ايه سنة أولى بقيس بعد او بحدد طول او عرض بعد وقلنا كمان ان في نوعين من القياس مهمين جدا هو القياس المباشر والقياس غير المباشر القياس المباشر عبارة عن ايه عبارة عن المصطرة بجيب المصطرة اقيس بيها البعد خلاص هو ده اسمه قياس مباشر وتكلمنا كمان يا سنة أولى في الحلقات اللي قبل كده عن انواع المساطر المدرجة وكل نوع بيتحدد او بختاره حسب البعد اللي انا هقيس بيه يعني لو هقيس مثلا بعد دي في مكان هستخدم ايه برافو عليكو يا سنة أولى هستخدم المصطرة الديقة المدرجة طيب لو انا عايزة ايس عندي تمرين والتمرين ده فيه شطف جانيبي كده هستخدم ايه هستخدم المصطرة المدرجة زي الحفة الجانبية او لو هعمل عملية شنكرة هستخدم فيها البرجل هستخدم المصطرة اللي بحفة ارتكاز وعن طريقها هقوم بعملية الشنكرة خدنا ايه كمان ده كده دلوقتي القياس المباشر اللي هو المصطر المدرجة في نوع اخر من القياس القياس غير المباشر اللي هو ايه سنة أولى اللي هي البراجل ازاي قياس غير مباشر يا ميس انا ما بخدش البعد مباشرة وبقيس بيه لازم الاول امسك البرجل وبعدين اخدوا البعد من على المصطرة وبعد كده انقله على التمرين اللي انا عايز اعمله عملية شنكرة او عمله عملية ايه اس واتكلمنا وشفنا كمان عملي انواع للبراجل البرجل العدل والبرجل القروي والبرجل المزدوج اللي هو بيقسلي ابعاد خارجية وابعاد داخلية كل ده خدناه في الحلقات اللي قبل كده طب خدنا كمان ايه قلنا يا سنة أولى ان المصطرة والبرجل لما باجا ايس بيهم ما بيكونوش زاتة دقة عالية ما بيدينيش الدقة العالية اللي انا اقدر ايس بيها فيه اجهزة اسمها اجهزة قياس ودي بتكون دقة عالية جدا اسمها الادمة زات الورانية وعرفنا ان الادمة زات الورانية ليها 3 دقات مهمين 1 من 10 ايوه الناس اللي مذكرة وفكرة 2 من 100 5 من 100 3 دقات للادمة زات الورانية وتعلمنا الحلقة اللي فاتت ازاي بنقدر نقيس او بنعرف نقيس على التلات ادمات دول اللي ما تفرجش على الحلقة ممكن يرجع لقناتي اليوتيوب ويبدأ يشوف الحلقة مرة تاني وخذنا ايه كمان قلنا ان الادمة زات الورانية ليها انواع يا سنقول فيه ادمة زات ورانية العادية اللي موجودة في جميع الورش والمعامل بتاعتي الادمة دي بيتقيس ايه بيتقيس ابعاد خارجية ابعاد داخلية اعماء ازاي زي ما احنا قلنا فيه فكين بيقيسوا الابعاد الخارجية وفكين عندي لقياس الابعاد الداخلية والصاق اللي موجودة في نهاية الادمة اللي عن طريقها بقيس العمق الشغلة اللي انا عايز اقيسه ايه كمان من انواع الادمة فيه ادمة قياس وجه الساعة ودي الجزء بتاع وجه الساعة بيحل محل الورانية في الادمة العادية بعد كده تطوير تاني للادمة الادمة الرقمية الديجيتال ودي بتبين القراءة مباشرة وكمان من انواع الادمات اللي احنا خدناها ودرسناها ادمة قياس اسنان التروس بتقسلي عرض سنة الترس ازاي كمان ادمة قياس الارتفاعات وادمة قياس الارتفاعات ممكن كمان استخدمها في عمليات الشنكر استكمالا ليه اجهزة القياس زي تضق العالية كنا تكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الميكرومتر وقلنا بس تعريفه وقلنا هنكمله نبدأ بقى حلقتنا بالميكرومتر الميكرومتر من اجهزة القياس الدقيقة جدا يا سنة اولى نشوف كده مع بعض دي اجهزة ليه القياس زي ما احنا قلنا المساطر والبراجل والادمزات الورانية الميكرومترات هي من اجهزة قياس الابعاد البسيطة والسهلة وتصل دقتها واحد من الف يعني ايه جهاز بسيط وسهل يعني اقدر استخدمه بسهولة الجهاز صغير حجمه صغير اقدر امسكه واقدر استخدمه بسهولة كمان سهل في ايه سهل في قياسه نشوف النهاردة ان شاء الله في الحلقة حلقة النهاردة شيقة جدا سهلة وبسيطة وهناخد فيها معلومات بسيطة جدا وهنعرف ازاي زي ما عرفنا ازاي بنقرأ على الادمزات الورانية وبنطلع اي بعد عندنا ان شاء الله النهاردة كمان هنقرأ على جهاز الميكرومتر عشان كده بقول ان الميكرومترات من الاجهزة السهلة والبسيطة جدا الدقة بتاعتها بتصل لحد واحد من الف نشوف كده كمان تركيب الميكرومتر علشان اشتغل بالميكرومتر لازم الاول اعرف ايه هو تركيب الميكرومتر اجزاؤه ايه هنشوف كده مع بعض اول جزء من اجزاء الميكرومتر هو عبارة عن الجزء ده اسمه الفك السابت الفك السابت ده يعني ايه السابت يا سنقولة ما بيتحركش ingeh لما قلت سابت يبقى ما بيتحركش هنا كده ايه الفك المتحرك يبقى اول حاجة من اجزاء الميكرومتر الفك السابت والفك المتحرك طيب فيه كمان ايه فيه كمان موجود عندي حاجة اسمها عجلة القياس او عمود التدريج السابت اللي هو عمود التدريج السابت اللي موجود هنا ده ده بعمل ايه باخد من عليه القراءة السابت بياخد الكراءة السابتة طب هنا كده اللي هو عمود التدريج المتحرك اللي موجود ده بياخد عن طريق عمود التدريج المتحرك ده الكراءة الكسرية يبقى بياخد كراءتين مهمين في الميكرومتر يا سنة أولى أول حاجة عمود التدريج السابت اللي هنا ده بياخد منه كراءة صحيحة عمود التدريج المتحرك ده بياخد منه الكسر بتاع الجلبة وهنا عجلة القياس أو التوقف النهائي وعجلة القياس الابتدائية دول معناها كلمة عجلة يعني أنا بقدر أحركهم علشان أحرك الجزء اللي موجود ده طيب فكرة عمل الميكرومتري إيه؟ بتبنى على إيه؟ بتبنى على تحويل الحركة الدورانية إلى حركة مستقيمة ما أنا بدور عجلة القياس المتحركة دي بتدور حركة دورانية تحول هلل إيه؟ لحركة مستقيمة على الخط أو على العجلة الرئيسية نشوف كمان كده شكل الميكرومتري هنا إيه؟ الجسم جسم الميكرومتري شكله إيه يا ولد؟ هو عبارة عن جسم الميكرومتري على شكل حرفي وزي ما احنا شايفين أهو هنا كده جسم الميكرومتري على شكل حرفي و الجسم مصنوع من الحديد الظهر جسم الميكرومتري لازم أكون عارف أنه هو مصنوع من الحديد الظهر ليه الحديد الظهر؟ هنشوف دلوقت الجسم بيصنع من الحديد الزهر ليس انا اقولها لانه سهل التشكيل وبيتحمل الضغوط الوقع عليه فلما جئيس انا بضغط بالفكين الفك السابت اللي موجود على الشمال ده والفك المتحرك فعلشان اضغط بيهم لازم يكون عندي جسم المايكرومتر مصنوع من الحديد الزهر علشان يقدر يتحمل الضغوط ويثبت عليه الفك السابت الجسم ده بيتثبت عليه الفك السابت ويمر من خلال الجسد الفك المتحرك وبتثبت عليه يد الأمان يبقى جسم الميكرومتر اللي على شكل حرفيه متثبت فيه تلات أجزاء يا سنة أولى الفك السابت الفك المتحرك يد الأمان أجزاء الميكرومتر إيه زي ما احنا قلنا فك سابت أهو وفك متحرك واستوانة متحركة دي بقدر أدورها واستوانة سابتة وفيه مقبض للجهاز كمان من أجزاء الميكرومتر يد الأمان يعني إيه فيه مصمار موجود في الميكرومتر بعد ما بياخد اللي معمول عليه سهم ده بعد ما بياخد عملية القياس بقفل المصمار علشان أقدر أخد بعد سليم وما يحصلش مثلا وأنا بشتغل أن فك الميكرومتر يتحرك من كمان من أجزاء الميكرومتر الاستوانة السابتة الداخلية اللي احنا قلنا إيه بنعمل حركة أو نظرية الميكرومتر بتبنى على تحويل الحركة الدورانية عن طريق الجلبة اللي موجودة بتحول هالي لحركة مستقيمة عن طريق الاستوانة السابتة وهو زي ما احنا شفنا كده استوانة متحركة استوانة سابتة مقبض الحركة الدقيقة وهنشوفه دلوقتي مع بعض عمل نظرية الميكرومتر بيحتوي الميكرومتر على عمود مقلوز بيدار داخل جلبة وبيتصل بالعمود ده من الخارج جلبة أخرى بيقسم محطها إلى خمسين قص ما تيجوا نشوف كده الميكرومتر مع بعض يا سنقولة نشوف كده مع بعض الميكرومتر جهاز الميكرومتر أهو نشوفه هنا كده مع بعض عبارة عن إيه بصوا يا سنقول أهو ده جهاز الميكرومتر زي ما احنا شايفينه كده عبارة عن هنا زي ما احنا قلنا ده الفك السابت لما بيجي أفتح ديه كده أهو هنا ديه كده الفك السابت ده الفك السابت وهنا عبارة عن جسم الميكرومتر اللي هو على شكل حرفيه وزي ما احنا شايفين وده كده ايه الفك المتحركة ويسا نقول مش احنا قلنا في جزئين اساسيين في الماكروميت الفك السابت اللي هو ده والفك المتحرك اللي موجود هنا طيب قلنا نظرية التشغيل بتبنى على ايه على تحويل الحركة الدورانية اللي موجودة هنا دي اهي بصوا يا سنقولها بالدروس ازاي حركة دورانية الى حركة مستقيمة عن طريق التدريج السابت اللي موجود هنا مكتوب ايه على الماكروميت مكتوب واحد من مية دي دقة الماكروميت ومكتوب كمان خمسة وعشرين من مية وده مدى قياس الماكروميت علشان كده بقول ان نظرية الماكروميت بيحتوي على عمود المفروض العمود اللي جوه ده بنهايته فيه الووز بتدور على الالووز ده الجلبة الجلبة دي مقسمة الى كام قسم يا سنقولة الى خمسين قسم طيب على حسب اللي احنا شرحنا دلوقتي كده الشاطر اللي هيقول الجزء او الاستوانة السابتة دي مقسمة الى ايه برافو عليك يا سنقولة الى خمسة وعشرين قسم شا احنا قلنا ان مدى القياس للماكروميتر من صفر الخمسة وعشرين معناها ايه معناها اول حاجة ان الفكين دول لما يفتحوا على الاخر اخر الفتحة ليهم هتكون خمسة وعشرين طيب معناها ايه كمان ان الفك او الاستوانة السابتة دي اللي انا بقول عليها تدريج سابت او استوانة سابتة تدريجها بيبدأ من صفر لحد خمسة وعشرين خلاص يا سنقولة برركز مع بعض لما اقول ان الماكروميتر ده مدى قياسه خمسة وعشرين الفكين دول السابت والمتحرك لما يفتحوا على الاخر خالص كده يبقى القياس بتاعهم خمسة وعشرين ملي متر وكمان الاستوانة السابتة دي من قياسها من صفر لحد خمسة وعشرين ده كده ببساطة الماكروميتر اللي بيقيس ابعاد خارجية نكمل كده مع بعض ونشوف انواع الماكروميترات ايه هي انواع الماكروميترات يا سنقولة انواع الماكروميترات زي ما كنا بناخد في الادمة وقلنا ان احنا عندنا انواع للادمة اللي فيه ادمة بتقيس ابعاد خارجية اذا ما بتقيس ابعاد داخلية برضو الميكرومتر فيه منه انواع بتقيس اول حاجة ميكرومتر قياس خارجي ومن اسمه قياس خارجي وبقيس ايه سانا اقوله اكتر وابعاد خارجية ميكرومتر قياس داخلي برافو عليكم هيقيس اكتر وابعاد داخلية ميكرومتر اعماق هيقيس برافو عليكم الاعماق او ميكرومتر لقياس الارتفاعات كل دي حاجات سهلة جدا ان انا اقدر اقول انواع الميكرومتر لو أننا أقدر أذكرها وأعرفها بسهولة نذاكر يا سنؤولة ما نحفظ نفهم ما نحفظ طب نشوف كده أنواع الميكرومترات مايكرومتر قياس خارجي أول نوع من أنواع الميكرومترات مايكرومتر قياس خارجي بيستخدم في إيه لقياس الأبعاد الخارجية وقياس اللوالب وبيقول كمان أن الميكرومتر ده بتتعدد قياساته ليه بتتعدد قياساته علشان تناسب البعد اللي أنا عايزة إيسه فبتبدأ منين بيبدأ الميكرومتر زي ما احنا قلنا من صفر لخمسة وعشرين ومن خمسة وعشرين لخمسين ومن خمسين لخمسة وسبعين حتى يصل الى ألف ملي متر انما في النظام الانجليزي ده نظام تاني يمكن قياس البعد لحد أربعين بوصر يبقى احنا زي ما احنا قلنا الميكرومتر القياس الخارجي اللي هو ده بيئيس الأبعاد الخارجية بيئيس الأبعاد الخارجية هو الرهالكو دلوقتي ازاي اهم حاجة اعرف ان الميكرومتر ده مدى قياسه بيبدأ من صفر لخمسة وعشرين طب انا عايزة قياس بعدتين يبقى من صفر لكام لخمسة وعشرين اول حاجة بعد كده من خمسة وعشرين لخمسين ومن خمسين لخمسة وسبعين وهكذا يا سنة اولى يعني معنى كده ان الميكرومتر مدى قياسه اي ميكرومتر بيبدأ قياسه بيئيس لخمسة وعشرين ملي متر طب عايزين نشوف كده الميكرو متر ده بيقس ازاي نشوف كده مع بعض ياس انا اقولها بيقس ازاي احنا قلنا في قياس الابعاد الايه برافو عليك والخارجية يعني لو انا عايزة عايزة مسلا اقيس اكتار مختلفة اهي عندي اكتار لأسلاك مفروض ان انا طبعا اكون مؤشرة السل كده عشان اقدر اقيسه اهو بس انا يعني سايبها عشان الالوان عشان بس ايه يميزها لكم بابدأ اعمل ايه زي ما احنا اتفقنا بابدأ امسك التمرين بتاعي اللي انا عايز اقيسه واعمل ايه واقفل الجلبة على التمرين اللي انا عايز اقيسه يبقى انا كده بقول يستخدم في قياس الابعاد الخارجية يعني معنى كده هياخد بعد خارجي للتمرين اللي موجود عندي ده اهو خلاص انا كده حطيت التمرين داخل الميكروميت علشان اقيس البعد طب زي ما احنا قلنا فيه هنا مسمار الامان فيديته ايه مسمار الامان يا ميس بعد ما باخد البعد ده انا عايز اشيل بقى كده خلاص شايفين مسه انا عايز اشيل بقى عشان ابدأ اقيس اروح قافل للمسمار ده وابدأ ااخد اهو ابدأ ااخد البعد اللي موجود عندي بصوا كده حتى خلاص مش هيتحرك تاني طب فيه هنا حاجة كده بصوا سامعين الصوت ده اهو التكة دي معناها ايه التكة دي معناها اننا خلاص الميكرومتر الفكين بتوعه لمسوا الشغلة وخلاص انا ماينفعش اننا اضغط تاني بالجلبة لما لقى التكة دي في الميكرومتر اهي سنقولة معناها اننا ماينفعش اننا ادور تاني الجلبة بتاعتي علشان كده بقول بيستخدم في قياس الابعاد الخارجية زي ما احنا شوفنا وقلنا ان ماذا قياسه من صفر لخمسة وعشرين من خمسة وعشرين لخمسين ومن خمسين لخمسة وسبعين وهكذا لحد ما يصل لألف نشوف كمان من انواع الميكرومترات النوع التاني من انواع الميكرومترات ده كمان دي كمان صورة هنا للميكرومتر زي ما احنا اتفقنا صورة اوضح شوية نشوفها مع بعض ميكرومتر هو واحد من مية ده القياس بتاعه الدقة بتاعته يسا انا اولى مش الادة ما كان فيها دقات واحد من مية واثنين من مية واحد من عشر واثنين من مية وخمسة من مية كمان الميكرومتر فيه دقة قياس خمسة وعشرين اللي هو من صفر الـ 25 ده مدى القياس ده كمان شكل الميكرومتر ايه شكل الميكرومتر ده ده اسمه ميكرومتر رقمي لما بقى فيه تكنولوجيا احنا عارفين ان الميكرومتر ده مفيش ولا ورش التشغيل ولا مهندس ولا عامل ولا طالب في المدرسة اللي لازم يكون بيستخدم ادوات القياس الدقيقة اللي هي ايه اللي هي الادمة والميكرومتر فعلشان يسهل الموضوع علي عمل ايه عمل ميكرومتر اسمه الميكرومتر الرقمي بدل ما اعط بقى امسك الشغلة وافضل عد في الارقام وافضل اقول وممكن خطأ نظري غزبا عننا كطالب معرفش عد الارقام كويس او ماخدش بالي منها لا عمل حاجة جميلة اسمها الميكرومتر الديجيتال او الميكرومتر الرقمي ده على طول اول ما بحط البعد بتاعي او حط التمرين بتاعي عقيسه بلاقي البعد ظهر مباشرة يمشوف شكله كمان هو معين اهو بصوا كده هنا الميكرومتر الرقمي اهو موجود معنا دي كده الشاشة اللي عن طريقها بيحصل ايه بيحصل الكراءة برضو بحط التمرين بتاعي هنا وما بعملش اي حاجة خالص بقى خلاص باخد المقياس الرئيسي من هنا وده كده التدريج حتى لو احنا ملاحظين ياسا نقوله مفيش عليه تدريج مفيش فيه شرط التدريج مش موجود عليه شرط للتدريج سيدة ليه لاننا باخد قيم التدريج الجلبة من المكان ده من الديجيتال او من الشاشة اللي موجودة قدامي دي علشان كده بقول ان ده ميكرومتر او ميكرومتر رقمي يبقى اول نوع عندنا ميكرومتر قياس خارجي بيستخدم لقياس الابعاد الخارجية وفيه منه انواع للميكرومتر الخارجي ده الميكرومتر العادي اللي هو بيقسلي اكتار او الاستوانات او قطر تمرين او قطر لو لا باي شكل كمان ايه قلنا الميكرومتر الديجيتال او الميكرومتر الرقمي نكمل كده مع بعض كمان انواع الميكرومتريات ميكرومتر قياس خارجي ذات اشكال الفكوك المختلفة بتوجد منه اشكال متعددة علشان سطح القياس للفك السابت والمتحرك هم اللي بيختلفهم يعني الاشكال المتعددة الموجودة دي بتكون لسطح القياس للفك السابت والفك المتحرك وبيسموا بالصاق والمصاد لقياس سماكة الالواح ده بستخدمه عشان ايه بقى لقياس سماكة الالواح المعدنية وقياس الفراغات الرفيعة انا ما يكون عندي فراغ في التمرين او في الشغلة عايزة ايس به هستخدم ميكرومتري قياس خارجي ذات اشكال الفكوك المختلفة وبيحتاج طرفي القياس لطرفين مدببين علشان طبعا الاشكال اللي احنا بنقسها غير منتظمة انا لما كنت سنة اولى بالميكرومتري العادي بتاعي ده كنت بقيس اهو القطر العادي اي قطر موجود عندي اهو عايزة ايسه بقيسه طب انا دلوقتي فيه اكتار ممكن مثلا القطر او شكل التمرين ده يكون فيه ابعاد يعني منحنيات ابعاد اماكن ديقة عمل ايه عمل الميكرومتر اللي هو ليه فكوك باشكال مختلفة ده علشان يقدر فك الميكرومتر المدبب اللي هو موجود يوصل ليه الشغلة ويبدأ يقسلي البعد بتاعي مشوف كده ايه هي اشكال الميكرومترات دي اهو زي ما احنا شايفين كده اشكال الميكرومترات اللي هي اشكالها او القاعدة الفك السابت والمتحرك وده قلنا الجزء اللي موجود هنا ده اسمه مصد اهو الجزء اللي موجود ده شايفيني سنقوله ده الشكل العادي للميكرومتر اللي احنا لسه شايفينه من شوية طب ايه زيادة عليه اهو الجزء ده اسمه المصد علشان يسندلي التمرين لو شكل التمرين غير منتظم كمان فيه الميكرومتر الرائع ده احنا لما شفنا الميكرومتر اللي احنا شفنا دلوقتي كان بي ايه طب ده بعمل بي ايه الفكين اللي موجودين هنا كده لو انا عندي تمرين معلش نقرب كده على الشاشة بصوا حضرتك كده دلوقتي لما نقرب هنا كده على التمرين ده بصوا التمرين ده شايفين التمرين ده فيه قطرين مختلفين فيه قطر عندي اهو الكتر ده أكبر من الكتر اللي موجود هنا شايفيني سنقول أهو كده أوضح الكتر ده أكبر من الكتر ده تبنا بقى عشان أقس التمرين ده أعود بقى أفتح فتحة الميكرومتر وقفل فتحة الميكرومتر لأ أعمل الميكرومتر اللي موجود قدامنا في الصورة ده هنا بيعمل إيه الميكرومتر اللي موجود في الصورة ده بيقسلي أهو شايفين زي ما أنتوا شايفين كده بيقس إيه بيقسلي القترين بتوع التمرين في آن واحد وده عشان يسهل لي عملية القياس لان احنا قلنا الماكرومتر عبارة عن جهاز سهل وبسيط وده كمان اشكال متعددة للماكرومتر قياس خارجي كل ده انا لسه سنقوله بقيس قياس خارجي النوع التاني بقى ماكرومتر قياس داخلي ده بيستخدم في ايه من اسمه سنقوله كده اجراء القياسات الداخلية بدقة عاليا علشان اقدر اقوم بقياس داخلي اذا تدق عاليا هستخدم ماكرومتر القياس الداخلي زي ايه زي التقوب لو انا عايزة ايز بعد تقب هستخدم الماكرومتر الداخلي وبتكون اسطح قياسه قروية شكله قروي علشان تناسب قياس الاسطح الاستوانية ما هو التقب ده عبارة عن شكل استواني فلازم يناسب الشكل ده الاسطح بتاعته بتكون عبارة عن اسطح قروية ويجب ان يضاف للقراءة الطول الصفري للماكرومتر مهمة جدا يسا اناقولها المعلومة دي يعني ايه يضاف للقراءة الطول الصفري للماكرومتر لما عمل الماكرومتر اللي هو بيقيس الابعاد الداخلية ده عمله عبارة عن شكل استواني زي القلم ده كده بس طبعا بقى فيه تدريج وفيه انا بقدر احرك ايه اهو بقدر احرك كده علشان اقيس التقب عندي تقب كده وعايز ادخل فين عايز ادخل للماكرومتر ده عشان اقيسه بيتركب في الماكرومتر هنا بيختلف قياسه عن قياس الماكرومتر احنا اتفقنا ان مدى قياس الماكرومتر العادي كامية سنة اولى برافو عليكم 25 يبدأ بقى من 0 إلى 25 يبدأ من 25 إلى 50 هو مدى القياس بتاعه 25 طب انا عندي التقب اللي موجود اكبر من كده هعمل ايه اتصرف ازاي فعمل ماكرومترات بيضاف ليها قطعة هنشوفها مع بعض دلوقتي جزء كده زيادة اللي هو بقى احسب الطول الصفري للتمرين ده الجزء الزيادة اللي متركب ده لازم احسبه اقول مثلا هو بيبدأ مثلا من 100 إلى 125 مثلا والماكرومتر بتاعي مدى قياسه كام برافو عليكم 25 يبقى ساعة القراءة اضيف الجزء اللي هو الطول الصفري اللي موجود تعالوا نشوفها اوضح كده على الشريحة ده كده شكل ليه ماكرومتر القياس الداخلي زي ما احنا قلنا عبارة عن ماكرومتر عادي بالشكل العادي انما ايه انما ولا ليه فك سابت ولا ليه فك متحرك ده انا هقس بيه تقب ايه دي بقى النقطة اللي احنا بنتكلم فيها يا سنة اولى فيه هنا كده الجزء اللي بالاسود ده اللي مكتوب من 125 ل150 هو ده الطول الصفري للميكرومتر لازم احسبه وانا بقيس لازم احسب لان الميكرومتر كله باكمله هيدخل في التقب يا سنة اولى فلازم اضيف على القراءة الطول الصفري اللي هو الجزء الاسود اللي موجود هنا ده شكل ليه الميكرومتر وده الرسمة بتاعة الكتاب انتوا عارفين دايما ان احنا بنبقى حرصين نحنا نجيب لكم رسم الكتاب علشان كمان تتعودوا عليه ده ايه زي ما احنا قولنا الميكرومتر هو زي ما احنا شايفين بيعمل ايه الميكرومتر بيبدأ يقس لي شايفين اهو ده كده التقب اللي موجود وبيبدأ يقيس بحط الميكرومتر جواه وببدأ عن طريقه اعمل عملية قياس للتقب طريقة استخدام الميكرومتر القياس الداخلي باستخدمه ازاي اول حاجة بمسك الميكرومتر من نهايته وابدأ احركه وانا بلف التدريج علشان يلامس الجدران الداخلية بتاعة التقب وبعد كده اعمل ايه بعد كده اقفل المسمار بتاع الضبط وابدأ ان انا اخرج الميكرومتر واقرأ القياس زي ما انا قلتلكو الميكرومتر ده زي الالم بعمل ايه بحطه في التقب وابافضل اعمل افضل افتح في الميكرومتر لحد ما لاقي الطرفين بتوع الميكرومتر دول لمسوا التقب شا انا عايز اقيس اهو تقب كبير شكل كده لحد ما لاقي الطرفين بتوع الميكرومتر دول يسا انا قول لمسوا التقب اقول بس خلاص انا وقف القرية بتاعتي وابدأ اطلعه علشان اشوف القراءة المناسبة نكمل كده مع بعض طيب هنا بقى فيه طريقتين لعملية القياس زي ما احنا شايفين كده ايه هم الطريقتين دول فيه قياس صحيح وقياس او طريقة غير صحيحة الطريقة الاولى اللي هي مكتوب عليها الطريقة الصحيحة ان انا لازم لما اجي اقيس بمايكرومتر القياس الداخلي ما ينفعش امسك المايكرومتر يسا انا اقوله واميله كده وانا بقيس لا لازم الماكتر يكون عمودي احنا اتفقنا ان اجهزة القياس كلها المصطرة الادمة الماكتر اي جهاز قياس بقيس بي لازم النظر يكون عمودي علشان اقدر اخذ القراءة السليمة فلما اجي اقيس بالماكتر الداخلي ما ينفعش احطه في التقب وانا بميل كده مش هاديني قراءة سليمة لازم احطه بالوضعية السليمة اللي موجودة في الصورة دي اللي احنا شايفينها اللي هي يكون زي ما احنا شايفين كده في الصورة. اللي هي ايه? اللي هيكون عدل. طب والصورة التانية اللي موجود فيها الجزء المايل ده او الشكل المايل ده. لأ ما ينفعش ان انا اقيس بالطريقة دي. طب نشوف كده هنا اوضح كمان. بصوا كده سنقولها معايا. ايه دي هو الميكرومتر بتاعي اللي موجود بيقس لي ايه? شايفيني الكتر الكبير ده? اهو الكتر كبير جدا. انا عايز اقيسه. ما هو الميكرومتر بتاعنا احنا اقول لنا مدى خمسة وعشرين. ده بقى علشان كده بقول انا ليه بحط له جزء زيادة علشان اقيس. وهو مش معقول كل ما جايس يا سنقوله اغير في الاكتار اعود اغير في الماكرومترات. فحطي لي الجزء اللي هو كان مكتوب بالاس والده اللي هو زيادة في الاياس علشان اقدر او يسهل لي عملية القياس. شايفين? بيبدأ هنا كده يقيس التقب الداخلي. طب هو عامل هنا ايه? في الصورة دي عامل ايه? عامل ايه? سنقول عامل جزء كده. الجزء ده عبارة عن يد. يعني ده مسلا الماكرومتر. وحطيتي هنا كده الماكرومتر اهو. لما باجي انا ادخله داخل التقب. انا ممكن ايدي تعقني ان انا اقدر اقرأ الماكرومتر قرية سليمة. فعمل زوده بيد كده بتتركب فيه الماكرومتر. وعن طريقها كده اهو بحط اليد. وابدأ ان انا ايه? ابدأ ان انا اقيس قراءة سليمة الماكرومتر. يبقى كده فيه نوعين احنا قلناهم دلوقتي من الماكرومترات. اول نوع ماكرومتر قياس خارجي. بيقس ايه? خارجي. يبقى القياس الابعاد او الاكتر الخارجية. ماكرومتر قياس داخلي. بيقس ايه? برافو عليك. واكتر وابعاد داخلية. موضوع سهل جدا. الدرس سهل قوي. خلاص وشوفنا كمان ازاي بقدر اقيس بالماكرومتر الداخلي. اللي هو بيقس لي ايه? بيقس لي الاكتر الداخلية بتاعت التقوب. نكمل كده مع بعض. النوع التالت من انواع الماكرومترات. ميكرومتر قياس داخلي بفكين قياس. لفكين. وهو يلائم قياس الابعاد الداخلية الديقة. اللي ما بقدرش ايسها بالماكرومتر العادي. مش احنا لسه يلين دلوقتي ان الماكرومتر العادي بتاعنا ده مالوش ما فيش فك قياس. لأ الماكرومتر ده بقى ده بيزود بفكين للقياس. علشان يديني لو فيه تقب غويت جدا اقدر اقيسه. اهو ده شكل كده للماكرومتر. شايفين بقى يا سنقولة هنا بقى الجزئين دول هما اللي بيقوموا بعملية القياس. لو انا عندي دلوقتي تقب زغير او رفيع جدا هقيسه عن طريق. ايوا الفكين اللي موجودين. ده فك ايه? شطار فك سابت. الفك المتحرك دايما يا سنقولة عشان ما تلغبطش بينه وبين الفك السابت هو اللي موجود عليه التدريج. الفك المتحرك هو اللي موجود عليه التدريج. الفك السابت مع لهوش تدريج لان هو كده كده سابت. انا ما باخدش قراءة عليه. ولو عايز اقيس كمان تقوب هنا بقدر اقيسه عن طريق الفكين اللي موجودين. ماكرومتر قياس الاعماق. ماكرومتر بقى عايز اقيس عمك وشغلة. لو انا عندي شغلة زي مثلا الايه اللبيسة بتاعة الالم دي. لو انا عندي تمرين بالشكل ده. انا عايز اقيس العمك الداخلي لجوه ده. اقيسه ازاي? عايز اقيس كده. اعرف ان العمك انا دلوقتي بصنع مشغولة. كأني بصنع الالم ده قطعة شغلة. عايز اعرف العمك ده قدي عشان لما ركبه هنا كده على الالم يبقى مناسب. فبستخدم ماكرومتر اسمه ماكرومتر قياس الاعماق. بيقيس اننا الحد السابت عن الشغلة المقاسة بفعل قوة القياس. يعني ايه? يعني ما ينفعش الجزء بتاع الميكرومتر يكون مرفوع عن الجزء اللي بقيس بيه. هنشوفه مع بعض في الصورة اوضح. ده كده ماكرومتر قياس الاعماق. شايفين الصاق اللي موجودة دي هي اللي عن طريقها اقيس العمك. وهنا ايه? ده التدريق. تبدال احنا بقى بنقول عليه. فيه هنا رقم واحد. مصد او ارتكاز للميكرومتر. اللي هو ايه? شايفين الجزء دي سانا اولى? لما جانا دلوقتي زي ما احنا اتفقنا وقلت كده مسكت لبيست القرم وقلت لو انا عندي تمرين وعايز اقيس. وهعمل ايه? هدخل الصاق ده جوة التمرين. طيب لازم لازم الجزء اللي موجود هنا ده اللي هو المصد ده يكون موجود على حرف التمرين. وما تغطش عليه قوي. قوة الضغط بتاعته تكون مناسبة علشان تديني قياس سليم. وده التدريج الرئيسي. وده زي ما احنا قلنا التدريج الكسري الرئيسي اهو على العمود السابت. وده العمود المتحرك او الجلبة. دي باخد من عن طريقها التدريج الكسري. وزي ما احنا قلنا هنا ايه? سقاطة الامان او السقاط او المسمار اللي انا ده. ببدأ اول ما اخد البعض اروح قفله. علشان كده بقول عليه سقاطة امان. لانه بيأمن لي القياس السليم. ودي السامولة اللي احنا قلنا اول ما اعتكى ليها اقف اقول خلاص كده عملية القياس سليم. ده شكلة اوضح للميكرومتر شايفين? الجزء ده هو اللي بيقس لي العمق بتاع الشغلة. ولازم المصد ده زي ما احنا اتفقنا شايفين اهو. ده اللي انا قصده بقى. ان لما اجي اقيس بصوا يا سنقولة المصد ده بيكون لامس اخر الشغلة. ما ينفقش بها اضغط قوي. القوة احنا اتفقنا ان اجهزة القياس بتاعتي لما اجي اقيس بها لازم قوة الضغط تكون مناسبة. لما اجي اقيس بالادمة مامسكش الادمة الفكين واضغط قوي. لما اجي اقيس بالماكرومتر ما ينفعش اضغط جامد جدا. قوة الضغط لازم تكون مناسبة. ولا ينفع قوة الضغط تبقى بسيطة ولا تبقى كبيرة. تكون مناسبة للتمرين بتاعي. علشان ايه كمان? علشان حاجتين. اول حاجة عشان تديني قياس المزبوط. وتاني حاجة لان انا لما امسك ما هو ده سنقوله ده معدن. لما امسك الماكرومتر او القدمة واضغط جامد قوي على التمرين. ممكن التمرين بتاعي يتجرح او يتشوح. نكمل كده لانواع الماكرومترات. ماكرومتر داخلي زو سلاس فكوك. بس تخدمه علشان يطلع لي تقوب بدقة عالية. تقوب ايه? طبعا احنا نتفقين ان التقوب داخلية. والماكرومتر اسمه ماكرومتر داخلي. وكمان بيفحص شكل التقب. وبتساعد الحدود التلاتة اللي موجودة في دي علشان تعملي زبط ارتكاز الماكرومتر في مكان التقب اللي انا بقيسه. اهم. دول كده التلاتة اللي موجودين عندي دول. انا بقول اللي التلات اجزاء اللي موجودين للماكرومتر هم اللي بيزبطولي الماكرومتر اللي انا عايزة ايه ستوق. وده كمان ماكرومتر رقمي. الماكرومتر بكل انواعه في منه ماكرومتر رقمي. سواء بقى بيقس بعد خارجي بيقس بعد داخلي بيقس اعماق. اي ماكرومتر بيكون ليه ماكرومتر رقمي او ديجيتال. طب احنا دلوقتي تكلمنا. قلنا ان الماكرومتر ده عبارة عن ايه? عبارة عن اداة قياس سهلة وبسيطة. وقلنا اجزاء للماكرومتر اهمهم الفك السابت والفك المتحرك او الشكل حرف يو ده. الشكل حرف يو ده شايل كل اجزاء الماكرومتر. شايل لي الفك السابت وشايل لي الفك المتحرك اللي موجود ده. قلنا اهم حاجة فيه الماكرومتر اللي هي عمود القياس السابت اللي عن طريقه بياخد ايه? بياخد الكراءة السابتة. وعمود القياس المتحرك اللي هو الجلبة. دي مهم جدا في الماكرومتر. طبعنا دلوقتي عرفت اجزائه وعرفت كمان انواعه. ميكرومتر قياس خارجي في قياس الابعاد الخارجية. لإيه? للإيه? للابعاد. الله ينور عليكم للتمرين. يبقى ميكرومتر القياس الخارجي بستخدمه في قياس الابعاد الخارجية الداخلي في قياس الابعاد الداخلية والاعمق في قياس الاعمق او الارتفاعية. طب انا عايز ايز بالميكرومتر. هو انا بس اعرف اجزائه انا عايز اشتغل به. احنا اتفقنا ان احنا في المعمل بعد ما بناخد الجزء النظري بننزل في المعمل علشان نعمل ايه علشان نتضرب نشوف شكل الماكرومتر ده ونبدأ نقيس عليه نشوف كده ازاي بنقيس على الماكرومتر اول حاجة في اياس الماكرومتر قراءة المليمترات على الاستوانة السبتة يبقى ببدأ ان انا اخد القراءة منين من على الاستوانة السبتة اللي هي دي وبعد كده اعمل ايه قراءة الكم من المليمتر على الاستوانة المتحركة يعني ايه يعني باخد الجزء المنطبق بصوا يا سنقوله فينا خط كده في النصة هو الخط ده انا ببدأ ااخد القراءة بتاعتي لما لاقي الصفر ده هو المنطبق على الخط انت باق طولي كده هقوله على طول ان هو ده الخط المنطبق طب انا عندي كم تدريج كده او كم ايه الحاجات اللي عليها شورت دي اللي استوانة دي فيها ايه فيها اول حاجة التدريج اللي تحت ده اللي هو من صفر الكام من صفر الخمسة وعشرين برافو عليك يا سنة اولى وهنا كده تدريج انصاف المليمترات يعني لو هلاحظ كده هلاقي هنا واحد هنا الاول صفر نص واحد واحد ونص اتنين اتنين ونص تلاتة تلاتة ونص وهكذا يبقى القياس بتاع الماكرومتر بيساوي ايه بيساوي قراءة المليمترات من على الاستوانة السبتة اخدها الاول وبعد كده قراءة الجزء اللي موجود على الورانية علشان اقدر احدد ده اعمل ايه اقوم زي ما انا قلتلكم بتحديد التطابق لازم اشوف الخط المتطابق ده يبقى انا باخد الاول القراءة اللي فين يا سنة اولى برافو عليكم القراءة اللي موجودة تحت دي هبدأ كده واشوف ازاي عندي هنا الخط الرئيسي على الاستوانة ده صفر واحد اتنين لحد خمسة طب هو هنا القراءة كام ايوا عشرة هيه يبقى اقول القراءة السبتة عشرة مليمتر وقف انا عايز اعرف قراءة الكسر منين من على الاستوانة المتحركة دي اللي هي تدريج جلبة القياس اخد ايه اشوف الخط المنطبق ده يا سنة اولى وابدأ اقول طب القراءة دي كامية عشرة سبتة خلاص ما هو ما فيش هنا تدريج كسر موجود عندي ايه دي القراءة بتاعتي هي زي ما احنا اتفقنا اجزاء المليمتر الموجودة على الاستوانة الايه الداخلية وبعد كده اضفها على الاستوانة الخارجية يبقى القراءة اللي موجودة هنا كام ايوا يا سنة اقول عشرة مليمتر لان هي انا قارتها من هنا عشرة طب الخط المنطبق ايه الصفر طب لو كان انطبق مثلا يعني على الخط ده كنت هقول عشرة وواحد من مية ليه واحد من مية لان ضقة الميكرومتر واحد من مية يبقى ازاي بقيس على الميكرومتر باخد الاول الخط اللي موجود على الاستوانة السبتة واخد الخط اللي موجود على الجلبة طب يا ميس الخطوط الزغيرة اللي موجودة دي ماليش دعوة بيها ماخدهاش لأ طبعا الاول انا باخد الخط ده بقول عليه تدريج سابت او قياس سابت وبعد كده بشوف العشرة موجودة هنا خط النص كده جات عشرة ونص لا ما جاتش يبقى الشرط الزغيرة دي بحسبها اسمها انصاف الميلي مترات وهي بتتحسب بخمسين او بنص ميلي تمرين بقى نشوفه كده مع بعض يلا نقرأ القرية دي مع بعض هنا كده ايه ده ميكرومتر من صفر ابدأ اشوف ايه اعد يا سنقولة برافو عليكم هبدأ اعد كده اشوف ادي صفر واعد خمسة وبعد كده عشر بعد كده خمستاشر الله يا ميز ده فيه خط النص جاي اهو في الخمستاشر برافو عليكم يبقى هاعمل ايه هنشوف الكراءة دي كده مع بعض نعمل فيها ايه لازم الاول اعرف الخمستاشر دي هقسها خلاص سابتة زي ما هي الخمستاشر دي عندي سابتة اهيه خلاص بعد كده فيه خط النص احنا اتفقنا ان النص ده بكام بخمسين طب الخط المنطبق نرجع كده معلش على الشاشة الخط المنطبق كام هنا يا سنة اولى بصوا كده اهو عشرين شايفين خط العشرين هو اللي منطبق هنا يبقى بقى عندي كراءة تانية عشرين هنسميها ايه هنسمي الكراءة الاولى ايه الكراءة الاولى دي هسميها ايه اللي هي بكام اللي هي بخمستاشر والكراءة التانية دي هسميها بي اللي هي بكام بخمسين والكراءة الاخيرة هسميها سي اللي هي بكام اللي هي بعشرين يبقى كده هقول إيه اجمع ال50 وال20 يبقى القراءة بتساوي 15 و70 من 100 ملي متر يبقى انا بعمل ايه سنة أولى بعمل ايه هنا كده بعد الاول الشرط او الخطوط اللي موجودة دي اللي هي 15 ده قراءة ثابتة موجودة عندي وببص هنا لو في 15 ونص هحسب 50 ال50 دي هجمعها ايه هجمعها على العشرين يبقى القراءة دي ثابتة ما بجمعش ولا ضيف عليها أي قراءة خالص الكراءة بتاعت الاستوانة سبت. الا الكراءة اللي انا بضفها او بجمعها كراءة الانصاف الملي مترات مع خط التدريج اللي موجود هنا ده. يبقى الكراءة كام? برافو عليكم. خمستاشر وسبعين من مية ملي متر. دي كراءة للميكرومتر. طيب قبل ما ابدأ بقى في ميكرومتر جديد ونبدأ في شرح نقولنا كده ايه? ان الميكرومتر القياس بتاعه واحد من كام? واحد من مية. طيب يا ميس انا يهمني ان انا عرف ان في الامتحان ازاي السؤال بيجيلي عشان اقدر احقله? بيجي ازاي? بصوا معايا كده يا سنقولة. بيجي يقول لي كده احسب هنا كده احسب الكراءات الاتية. احسب لي كراءة الميكرومتر. بيجيلي السؤال ازاي في الامتحان? على على شكلين? اول شكل الشكل ده. ان انا احسب الكراءة اللي موجودة يرسم لي الاشكال بتاعة الميكرومتر ويقول لي احسب لي الكراءة. الشكل التاني بيجيب لي ايه? بيجيب لي كده الشكل ده. يقول لي وضح بالرسم الكراءات الاتية للميكروميت. طب لو قال لي وضح بالرسم. عشان غالبا السؤال ده اللي بيجي. اعمل ايه? ابدأ يا سنة اولى بالقلم الرصاص والمصطرة. انا هعمل بيدي تجوتي بس احنا طبعا لازم نشتغل بالقلم الرصاص والمصطرة. هناخد كده الايه? اول كراءة اللي موجودة عندي دي. مثال. هعمل ايه? بروح اعمل شكل مستطيل كده. اهو. شكل مستطيل بالمصطرة. لازم اشتغل بالمصطرة والقلم الرصاص. ما ينفعش اشتغل بايدي. اهو كده. واروح اسمه من النص. دي ايه? مرافو عليكم. ده المقياس الرئيسي. المقياس الرئيسي. او العمود. وبعدين اروح اعمل كده خط الجلبة. وابدأ اعمل كده خط من هنا. وخط كده. واروح جميعهم كده هم ع بعض. ده عشان ارسم الميكروميت. او علشان كده مش برسم. ده انا بس بقول لهم ازاي اعمل كراءة بسيطة كده وسهل. او الشكل الخفيف ده. طب هو قال لي هنا كام عشرة. احنا اتفقنا احنا بناخد العشرة مين يا سنة اولى? برافو عليكم. من على الاستوانة السابقة. اللي هي فين? اللي هي دي اهي. هتبدأ عندي كام بصفر? اهو صفر. واحد. اين. تلاتة. اربعة. كام? برافو. خمسة. اهو. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. اهو. يبقى انا برسم كده ازاي? بقسم الرسم التاعي. ابدأ من الصف لحد العشرة اللي هو قال لي وقال لي عشرة. يبقى هو عايز عشرة. بدأت كده لحد العشرة. طب هنا هعمل انصاف ايه وطبعا لازم اعمل للشكل. ما هو مش مطلوب مني بس لازم اعمل انصاف المليمترات. اهو واحد واحد ونص. اتنين. بعد كل شرطة يا سنة اولى باخد علامة النص. تب اخدها بعد العشرة؟ برافو عليكو. لا. لان هو ما قليش الكراءة دي طالما يا سنة اولى. ملقتش هنا كده. البعد ده لو لقيته اكبر من خمسين اضيف خط النص بعد الكراءة. دايما نبص على الكسر. لقيته اكبر من خمسين. هضيف خط النص. تب لقيته زي ما هو كده زي ما احنا شايفين مثلا. وخمسة من مية. لا. هبدأ اروح ايه. هو الخط اللي انطبق كام برافو عليكو. خمسة من مية. يبقى راح اخد الخط المنطبق ده كده واقول عليه خمسة من مية. تب الخمسة دي ايه? ستة سبعة تمانية تسعة. وابدأ ايخد خط العشرة. وقبلها اربعة تلاتة اتنين واحد. وابدأ ايخد خط الايه? اللي هو السفر. يبقى احنا كده بصورة بسيطة قلنا ازاي بقدر اعمل عملية او ازاي انا في الامتحان لما يجيلي الامتحان اقدر ان انا اجاوب على السؤال. او لما يقول لي احسب القراءات الاتية اللي موجودة دي. زي ما احنا عملنا كده مع الشريح. بعمل ايه? بدأ اعد القراءات اللي موجودة هنا يا سنة اولى. من الصفر خمسة. ما عدش بقى اعد بقى شرطة اتنين تلاتة اربعة خمسة. لا انا بسط على نفسي الموضوع. واشوف ايه? الكراءة اللي موجودة كام? هنا كام خمستاشر. بعد الخمستاشر فيه كام شرطة? واحد اتنين تلاتة. يبقى الكراءة كام? طمانتاشر. طيب فيه مس هنا خط النص جيء? لا مفيش خط النص. مش موجود عندي. يبقى طمانتاشر. طب الخط المنطبق هنا كده على الجلبة كام? تلاتين ملي متر. يبقى الكراءة طمانتاشر وتلاتين من مية ملي متر. ده سؤال لو جالي في الامتحان ببساطة اعمله كده. طب هنا بقى كام الكراءة اهيه خمسة ستة سبعة تمانية. تمانية تمانية ملي متر. طب فيه خط النص هنا باين بعد التمانية? ايوا يا سنة اولى موجودة هو. احنا اتفقنا ان خط النص ده بكام? بخمسين. وهنا دي كام الخط المنطبق عشرين. يبقى الكراءة تمانية وسبعين من مية من الملي متر. يبقى احنا عارفنا كده دلوقتي السؤال في الامتحان هيجيلي ازاي? يا اما يعمل لي رسم زي ما انا وريتكو كده ويقول لي اقرأ الكراءات او احسب الكراءات الاتية. وده اسفل حاجة هتعملوها. سهل جدا. هتبدأوا تعدوا الخط من على المقياس الرئيسي. اللي هو بيبقى موجود على الاستوانة دي. ودي له كراءة سبتة. عدد صحيح. وبعد كده ابدأ اعد الخط اللي هو على الجلبة بتاعة القياس. طب لو عشرة ونص تحت. يبقى ضيف خمسين. عشرة بس الخط واقف. يبقى خلاص اول الكراءة بتاعته مثلا خمسة عشرة على حسب ما بيكون عندي. احنا كده اتكلمنا عن انواع للميكرومتر اللي هو ايه? او شفنا قراءاته دلوقتي. اللي هو واحد من مية من المليمتر. في بقى ميكرومتر تاني اتعمل اسمه ميكرومتر يقرأ واحد من الف. طب ده بيختلف عن ايه? في قراءة الميكرومتر العادي. احنا اتفقنا ان الميكرومتر الواحد من مية يعني ايه واحد من مية? يعني يا سنة اولى كل شرطة من خطوط الجلبة بتساوي واحد من مية من المليمتر. اتفقنا? كل شرطة من الجلبة دي بتساوي واحد من مية من المليمتر. طيب الميكرومتر ده اسمه ميكرومتر واحد من الف. نشوف كده مع بعض ايه المختلف عن الميكرومتر الواحد من مية? المختلف ايه? ان هنا كده نفس التدريجة هو بنفس الخطوط دي بنفس مقياس التدريج اللي موجود بس هنا اضاف ايه شايفين كده ايسا انا اقول اضاف هنا كده خطوط طولية بتبدأ من صفر واحد اتنين بيقول لي ان انا بقرأ الكراءة العادية بتاعة الميكرومتر بتاعي العادي خالص وببدأ اضيف عليه الخط ده اشوف الخط المنطبق ايه هو الخط المنطبق هنا مع الخط ده بتاع الجلبة لو واحد اقول واحد من الف اتنين اتنين من الف على حسب بعد الخطوط اللي موجودة دي ده بس سنقولها اللي بيختلف عن كراءة الميكرومتر واحد من مية والميكرومتر واحد من الف الخطوط الطولية اللي موجودة قد ان انا اشوف ايه هو الخط المنطبق واعده لو واحد واحد من الف ما اقولش عليه واحد انما في الميكرومتر اللي بيقرأ واحد من مية كان دقة القياس كام واحد من مية على طول طب نتمل كده مع بعض هنا عندي كده دي كراءة ازاي بقدر اقرأ على الميكروميتر الواحد من الف موسيوس اقول احنا اتفقنا ان احنا بنعمل ايه برافو عليكم ناخد الاول الكراءة اللي موجودة هنا اهي الكراءة اللي موجودة تحت دي اللي هي كام اللي هي عشرين طب يا ميس استني فيه خط النص هو برافو عليكم النص دي يتحسب بكام بخمسين وابدأ اشوف الخط المنطبق هنا الاول ايه دي الخط المنطبق خمسة وعشرين ستة وعشرين وابدأ اشوف اهم حاجة بقى الخط المنطبق اللي موجود هنا يسنأولى الخط رقم كام واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى هضيف اربعة من الف على الكراءة نشوف كده بصورة اوضح دي كده كراءة لمايكروميتر يقرأ واحد من الف احنا اتفقنا ان اول حاجة بياخد الكراءة السبتة من برافو عليكم من على التدريج ده شايفين الكراءة كم عشرة حداشر اتناشر يا ميس فيه كمان خط النص اهو برافو عليكم يبقى اتناشر وخمسين من مية مش نص ما احنا اتفقنا ان النص دي يعني خمسين من مية من الملي متر طب خدنا ايه كمان خدنا اضافة اهي دي الكراءة العادية احنا كنا بنقرأها لسه من شوية على الماكروميتر بياخد الكراءة اللي هنا اللي هي الاتناشر وبعد كده ااخد خط النص اللي هو بخمسين وبعد كده اعدى شوف الخط المنطبق ده اللي هو كام 35 لا 34 هو اللي منطبق يبقى القراءة اللي موجودة عندي لحد دلوقتي 12 و 50 من 100 ويه الخط بتاع الجلبة اللي هو 34 اتفقنا بقى الاضافة بتاعت الماكرومتر اللي بيقرأ 1 من 1000 اللي هو الجزء اللي معمول بالاصفر ده اللي هي خطوط الماكرومتر هعد بقى اشوف الخط السابع ده يبقى اضيف اقول 7 من 1000 يبقى القراءة عندي كام 12 و 500 ضفت عليها 34 زودتال صفر ده عشان يعني اقدر اجمع وال7 من 1000 يبقى 12 و 847 من 1000 12 و 847 من 1000 دي قراءة الماكرومتر اللي بيقرأ 1 من 1000 طيب انا عشان اعمل سيانة للماكرومتر انا كده دلوقتي عرفت الماكرومتر وعرفت اجزائه وعرفت كمان انا بقدر استخدمه ازاي وعرفت بقدر اقرأ عليه ازاي علشان احتفظ به وعمله سيانة لازم ايه اول حاجة ما ينفعش خالص يا سنة اولى انسك الماكرومتر وفكه الا في وجود حالة واحدة بس وجود خطأ صفر يعني ايه خطأ صفر يعني لما يجي اقفل الفكين بتوع الماكرومتر دول ما يكونش الصفر بتاع الورانية منطبق على الصفر بتاع عجلة القياس في الحالة دي انا ممكن افك الماكرومتر انما غير كده ما ينفعش افك اجزاء الماكرومتر دي من اساسيات زي ما احنا شايفين صيانة الماكرومتر ايه كمان عدم استخدامه والشغلة ساخنة احنا اتفقنا ان ده استخدام عام لجميع اجهزة القياس ما ينفعش استخدمها والشغلة ولا في حالة حركة ولو هي زي درجة حرارة مرتفعة ليه سنقول احنا قولنا قبل كده لان الشغلة في حالة درجة حرارتها المرتفعة بيحدث لها تمدد الشغلة بتتمدد فمش هقدر ياخد اياس سليم من كمان سيونة الماكرومترات عدم ترك الماكرومتر على التزجة ما ينفعش بعد ما اخلص الشغل اسيبه على التزجة لازم احافظ عليه من الصدمات والرطوبة علشان ما يحصلوش عملية صدق عدم تنظيفه باوراق الصنفرة ما ينفعش امسك ورقة الصنفرة واعد انظف بيها الماكرومتر في قطع من جلد الشموية ان انا استخدمه بدون عنف كمان يعني حتى لما يجي ان انا اعمل له عملية نظافة حتى بالجلد الشموية ده مابقاش عنيف وانا بعمل عملية النظافة ليه لا استخدامه بدون عنف زي ما احنا شايفين كده بصوا بمسك القطعة من جلد الشموية ده وابدأ امسح اجزاء الماكرومتر قبل عملية التشغيل عدم التخزين وفكي القياس ملتصقين ما ينفعش خالص اخزن الماكرومتر والفكين دول بصوا كده ما ينفعش خالص شايفين الفكين دول ما ينفعش خالص اننا اهم اعمل عين الماكرومتر او اخزنه والفكين دول كده قريبين من بعض لازم او زي زي ما احنا متفقين كده بصوا لازم الفكين دول يكونوا بعيد عن بعض ليه ليه الفكين دول يكونوا بعيد عن بعض علشان لا يحدث تآكل لسطح القياس ولازم احفظه في جرابه لما اجي احفظ الماكرومتر بصوا العلبة بتاعته اهي وابدأ احط الماكرومتر كده وابدأ ان انا احفظه في العلبة او في الجراد الخاص بي اهو بصوا كده سانا قولة شوفوا هنا اقرب دي كده علبة اهول الماكرومتر لازم ان انا لما اجي احفظه احطه في العلبة بتاعته اشحمه او احطه طبقة من الفزلين وابدأ احطه معاه المفتاح بتاعه اللي انا لو عايز افكه لو في خطأ صفري ببدأ ان انا فكه اهو وابدأ ان انا اعين الماكرومتر بتاعي في جرابه الخاص دي من اساسيات صيانة الماكرومتر ايه كمان زي ما احنا شايفين كده اهو لازم امسحه كويس جدا او انضف الاسطح بتاعته قبل عملية القياس عند القياس لازم عجلة التفويت او المسمار ما عودش اضغط عليها زي ما انا قلت في الشرح من شوية علشان الالووز ما يحصلوش تآكل معلومة مهمة جدا ما ينفعش الحلقة اتعدي من غير ما تعرفوها علشان احصل على قياسات دقيقة لازم حاجة مهمة جدا لازم احط التمرين او احط اداة القياس في درجة حرارة مناسبة يعني ايه يعني لازم كل اجهزة القياس اكون حاطتها في مكان مكيف مش لازم مكيف ممكن درجة الحرارة بتاعته على الاقل تكون مناسبة وحاجة مهمة جدا اني لازم يسا نقول درجة قياس الشغلة درجة السخونة بتاعت الشغلة او درجة حرارة الشغلة لازم تكون بدرجة حرارة اداة القياس يبقى مهمة جدا عندي زي ما احنا شايفين ان احنا نحط ادوات القياس نحطها فين في مكان مكيف علشان القياس بيتغير دايما بدرجة الحرارة ليه زي ما انا قلت لان المعادم بتتمدد بارتفاع درجة الحرارة من مميزات الميكرومتر بقى اول ميزة ان هو بيوفر قياسات بدقة عالية بتصل لواحد من الف وكمان الاطارات بتاعته او الميكرومتر بيكون متين جدا بقدر استخدمه بسهول طيب انا قلت المميزات ايه هي بقى عيوب الميكرومتر اول عيب من عيوب الميكرومتر سانا اقوله ان مدى القياس بتاعه صغير لما باجي استخدم الميكرومتر هو بيقس من كام برفع عليكم من صفر الخمسة وعشرين طيب انا عشان استخدم الميكرومتر ده المدى بتاعه صغير جدا فلازم اقعد اغير في الميكرومترات علشان اوصل للاياس اللي انا عايزه كمان لو انا استخدمت ميكرومتر اياسه اكبر شوية بيكون غالي التمن ما عليش نشوف كده الميكرومتر ده اللي انا قصدي عليه اهو الميكرومتر ده احنا قلنا ان هو القياس بتاعه من صفر الكمية سنة اولى من صفر الخمسة وعشرين طيب شايفين الميكرومتر عندي مقفول اهو مقفول انما ايه انما في جزء عندي الميكرومتر ده بقى اللي احنا بنقول عليه لو انا استخدمت ميكرومتر قياسات اعلى بيكون غالي التمن زي ما احنا شايفين ده ميكرومتر اكبر القياس هنا بقدق من صفر لخمسين وبعد كده مزود لي العمود ده عمله لي خمسة وعشرين علشان كده بقول من سلبيات الميكرومتر ان هو ايه ان هو غالي التمن لو انا عايز استخدمه فيه قياسات فيه شوية اسئلة كده على الباب اللي احنا خدناه الميكرومتر الخارجي بيستخدم في ايه برافو عليكم في قياس الابعاد الخارجية اه زي ايه زي اكتار الاستوانات الملفوفة وسومك اللوالد ده الميكرومتر القياس الخارجي وميكرومتر القياس الداخلي زي ما احنا قلنا بيستخدم فيه القياسات الداخلية واحنا كده النهاردة شرحنا الميكرومتر وعرفنا يعني ايه الميكرومتر ده بيستخدم في ايه وعرفنا كمان اجزاءه بالتفصيل وكمان خدنا قراءات عليه وعرفنا لو جلنا في الامتحان رسم نقدر نطلع القراءة ازاي ولو جلنا كمان في الامتحان قولي احسب القراءة ويكتبهاي لي اعرف اخرجها ازاي وعرفنا ازاي في حلقة النهاردة بنعمل سيانة للميكرومتريات ويه هي مميزات وعيوب الميكرومتر وبكده تكون حلقتنا النهاردة وهي حلقة سهلة جدا تقدروا تذكروها ببساطة ولو فيه اي سؤال ممكن نتوصل مع بعض على قناة اليوتيوب وبكده تكون الحلقة انتهت والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله